الحقيقة خلينا أقول لكم يعني الأهلي في رسالته لكابتن سيد عبد الحفيز والجماهير النادي الأهلي قال إيه؟ النادي الأهلي ومجل السيدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب المشرف عام على الكرة ورئيس النادي كان فيه اجتماع مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا ناصف وفيه حضور أيضا كابتن حسام غالي عضو مجل السيدارة النادي الأهلي وجهه التحية والشكر لكابتن سيد عبد الحفيز والجميع الحقيقة في الحضور عبروا عن تقديرهم لمسيرة سيد عبد الحفيز وأنه واحد من أبناء النادي اللي حفظوا على القيم والثوابت الخاصة بالنادي الأهلي ومتأخرش يوم لما تم طلب الاستعانة بمجهوده ويستحق كل التقدير وفي نفس الوقت فيه رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القدم كابتن محمود الخطيب عرض أثناء الاجتماع على كابتن سيد عبد الحفيز أنه ينضم كعضو لمجلس إدارة شركة الأهلي كرة القدم وعضو بلجنة التخطيط عشان الأهلي يستفيد من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة وآن كان قرار كابتن سيد اللي بزل مجهود أنا متخيل أنه فترة عمله وخصوصا في المواسطة الأخيرة فوق طاقة البشر سواء كان قراره بأنه يخدم النادي الأهلي في موقع مختلف أو كان قراره بأنه ياخد فترة راحة أو كان قراره حتى أنه ياخد كارير أو طريق مختلف كابريك أنا ما عنديش شك أنه في يوم الأيام اسم سيد عبد الحفيز هرتبط باسم النادي الأهلي مرة تانية مهما كان المسمى الوظيفي أو مهما كان المجال الذي يشتغل فيه من ناحية تانية في نفس الاجتماع قرر النادي أن يساعد كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل كموديل كرة في منظومة الفريق الأول وده خلال طبعا نفس الاجتماع وقرر أيضا الحاضرين في الاجتماع أنه كابتن وليد سليمانيا تلقى أو يعني يبقى مسؤول عن قطاع الناشئين في النادي يخدوا بالكم أنه كابتن خالد بيبو يعني واحد من الكوادر النكحة جدا في النادي الأهلي ترقص قطاع الناشئين لمدة أربع سنوات كان مدير الأكاديمية لمدة سنتين بالإضافة أنه الحقيقة واحد من الأشخاص اللي كانوا حرصين جدا على تطوير قدراتهم حصل على عدد من الدورات في الإدارة الرياضية ودورات معتمدة من الفيفا اتحاد الدولة للكورت القدم وأيضا اتحاد المصري واتحاد الأفريقي وطبعا وليد سليمان تلقى أيضا عدد من فترة أعداد مناسبة جدا وتم تأهيله أنه يتولى قطاع الناشئين وتم منحه كافة الصلاحيات والاتنين الحقيقة من كبار النجوم اللي أقدموا برضو مسيرة عطاء وأعتقد ما فيش حد يختلف فينا على اسم وقيمة لا خالد بيبو ولا وليد سليمان اللي بنتمنى لهم طبعا التوفيق في مهام عملهم الجديدة ونتمنى إن شاء الله يكونوا أصحاب بصمة ونتمنى إن شاء الله أن الفرصة اللي أتحالهم النادي الأهل يكونوا فيها أصحاب بصمة مهمة وقوي